هنروح للسكواش انتوا عارفين مصطفى عسل كننا قلنا لحضراتكم الحلقة اللي قبل الفاتحة اننا هروح لعب بطولة هيوست المفتوح للتنس للسكواش انا اسف ونجح مصطفى عسل دي سورة بطلنا مصطفى عسل انه يحصد المركز الثالث المشكلة انه خسر في قبل النهاي من المصنف الاول العالمين علي فرج بنتيجة 3-2 في مطش ماراثوني استمر ل82 دي الف مبروك يا مصطفى ان شاء الله اللي جاي افضل مصطفى على الخامس على العالم دلوقات الترتيب العالمي جوائز البطولة دي رقم عادي باني نسمعه في السكواش عادي مجموعة جوائزة 110 الف دولار حاجة يعني ما شاء الله الواحد بيفكر يعني يرجع لعب سكواش تاني حاجة لا يعني حاجة جامدة وعازي اقول لكم السكواش لعبة مجهدة جدا انا جربت لعبها بامان مش بهزر بامانة لعبة مجهدة جدا 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 وعندنا كمان يوسف سليمان لعبنا حق النتيجة كويسة ووصل لدور الثماني احنا تمن بحط الدوء على لعبتنا مصطفى عسل اه طبعا نجم كبير ولكن معانا كمان نجم يوسف سليمان احد اللاعبين اللي طالعين بقوة الساروخ ووصل لدور الثمانية الف مبروك كمان يوسف سليمان ان شاء الله القادم ولولا ان هو قابل علي فرج اللي خد البطولة تقريبا صح اه بيلعب الفاينال النهاردة لولا انه قابل علي فرج في دور الثمانية اتصور ان يوسف سليمان كان ممكن يكمل مبروك يوسف مبروك مصطفى عسل خلينا اطلع لفاصل عزيزي المشاهدين ونرجع نكمل اخبارنا ولكن بعد الفاصل